في الجزء السابق من المحاضرات كنا تناولنا السلوك الفردي في المنظمات ومن اليوم إن شاء الله سوف نتناول ابتداء من اليوم السلوك الجماعي داخل المنظمات لأن ما يجدر ذكره أن كثير مما يتم تحقيقه من إنجاز داخل المنظمات يتم عن طريق الجماعات أو المجموعات لذلك خصصنا حديثنا في بداية الحديث عن العمل الجماعي داخل المنظمات الحديث خصصناه عن ديناميكية الجماع روما يعرف بعمل الجماعات داخل المنظمات وهذا الفصل يهدف إلى وصف كيف تنشأ الجماعات ويبدأ هذا الوصف بمفهوم الجماع أو تعريف الجماع ماذا نعني بالجماع وتكوين الجماعات ومصادر أول أسباب التي تدفع الأفراد لانضمام للجماعات ثم بعد تكوين الجماعات يهدف هذا الفصل إلى معرفة كيف يؤثر بناء الجماعة على عمل وتفاعل عضاءها وكذلك تماسك الجماعة وكيفية اتخاذ القرار الجماعي من ناحية المذايا ومن ناحية عيوب القرار الجماعي مقدمة مثل ما ذكرنا أن كثير من ما يتم تحقيقه من إنجاز داخل المنظمات يتم عن طريق الجماعات ويعمل الأفراد داخل المنظمات من خلال فرغ العمل تظهر هذه أو يظهر العمل الجماعي في شكل الوحدات المختلفة داخل المنظمة في شكل الأقسام في شكل اللجان في شكل الاجتماعات وقيرها من أساليب لعمل المجموعات علاوة على أن أي شخص قل ما يتصرف في معزل الآخرين وتحديدا عندما نتحدث عن العمل التنظيمي أو العمل داخل المنظمات ما المقصود بالجماعة الجماعة تعني مجموعة ذات عدد محدد من الأفراد في حالة تفاعل لتحقيق هدف مشترك مجموعة ذات عدد محدد من العاملين هم في حالة تفاعل بينهم يجمعهم تحقيق هدف مشترك من هذا التعريف نستطيع أن نحدد مجموعة من الخصائص للجماعة أولا الجماعة تتكون مجموعة محددة الحجم للجماعة هدف مشترك وعوامل مشترك أو قواسم مشتركة تجمع العاملين على أو المنضمين لهذه المجموعة وللجماعة كيا مستقل يميزها عن قيرها من الأقسام أو الإحداث أو الجماعات أعضاء الجماعة في حالة تفاعل دائم فيما بينهم وهناك اعتراف متبادل بأهمية الدور الذي يلعبه كل عضو داخل المجموعة أي أن كان هذا الدور صغر هذا الدور أو كبر وكذلك يبرز شخص زوسمات معينة يعتبر هذا الشخص هو قائد للجماعة أو قائد للمجموعة أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته